صباح الهنة وصباح الرزق وصباح بداية ان شاء الله حلو بداية الأسبوع وبداية قرارات جميلة وبداية كده خطوات رائعة وبداية العودة مرة تانية بإذن الله نقدر نقول للأهلي زي ما اتكلمنا في الفترات اللي فاتت عادي جدا ممكن القوي ممكن رقم واحد ممكن دايما البني آدم الناجح يتعثر لكن بيرجع بسرعة جدا ان هو يقف على رجليه مرة تانية وقولة يعني زي ما بتقال كده خطوات الإصلاح وقولة الخطوات اللي احنا كنا منتظرينها بشكل كبير جدا والتصريحات اللي كنا منتظرينها وزي ما بتقال كده انت كيان وليك ظهر يعني انت كيان كبير بس ليك ظهر برضو فأي كبوة بتحصل انت بتقدر ان انت تلم الموضوع وتوقف ودافع عن حقك وتطالب به كمان مش الموضوع بيعدي كده وخلاص احنا كيان كبير جدا وتاريخ كبير جدا محد الشنسة دي وحنتكلم في كل التصريحات اللي كابتن محمود الخطيب اتكلم بشأنها لان هي حاجة محترمة جدا وقال كذا حاجة على الجماهير وعجبتني جدا وعجبت ناس كتيرة جدا لما قالك الناس يعني ما بتأثرش معانا في الفرح عادي في الفترة اللي هم زعلانين مننا فيها لازم نستحملهم احنا لازم بنستحمل بعض لان هو ده او هي دي العيلة العيلة بتعمل كده صباح الفل والرزق ومعانا النهاردة اخبار كتيرة جدا اكيد هتستعد حضراتكم اخبار كمان نتبنى تكون مفيدة سواء خير يا كريم صباح الفل عليك يا نهواند صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم يوم جديد وبداية حلقة جديدة من عشر الصبح في الاهلي اكيد هنتكلم مع كل حضراتكم طبعا عن كل المستجدات ولا سيما كلمة الكابتن محمود الخطيب يعني اللي الحقيقة وضح من خلالها امور كتيرة واللي برضو ألقى من خلالها الضوء على الكثير من النقاط المهمة جدا واللي كانت مطار جدل واللي تسببت فيه الوضع اللي احنا فيه مؤخرا والحال اللي احنا بنشتكي منه بقالنا فترة طويلة الحقيقة كلام مهم جدا هنتعرف مع حضراتكم على تفاصيل وكاملة فيه جزء الاول من حلقتنا النهاردة التالعادة بقى طبعا الجزء التالي بيكون عبارة عن فقرتين حواريتين الفقرة الاولى حينورنا من خلالها جابتن احمد سلامة مهاجم مصر السابق واكيد عندنا كلام كتير حيناخد وندي معاه بخصوصه وتاني واخر فقرتنا بحلقتنا النهاردة هتنورنا من خلالها دكتورة دين ابو السعود وحوار حول مجموعة من النقاط اللي اعتقد ان هي تهم كتير جدا من حضراتكم ولكن في سياق منفصل وقبل ما ندخل بقى معاكم في التفاصيل عايز اقول ان اهوان دعو بالمليون سنة وكل سنة وانتي طيبة ويا رب سنة جديدة سعيدة عليك بص ده تاني سنة نكون نشتغل مع بعض يا كريم السنة الفاتة لا ولا دي ثلاث سنة دي الثالثة يا نهار ربي يدي يموت يا نهار ربي يدي اواخر التانية لا دي ثالث سنة فعلا يا جماعة احد يفكرنا بلا ثلاث سنة فعلا يا نهار ربي يدي الوقت بيجري بسرعة جدا لا بجد يعني دي حاجة تسعيدني مبداية عامل مليون سنة وربنا ينرح لك قلبك ويسعيد لك ايامك كلها يا رب يا كيمو يا رب علينا جميعا بإذن الله وتبقى كده كل عيد في حياتنا ناخده النوب داية جديدة يعني حلو الواحد دايما اي عيد بس احنا كمان الحمدلله كمصرين عندنا عيات كتيرة جدا فأي عيد بيعدي علينا ناخده كده ان هو بداية جديدة لحياة احسن ان شاء الله ونجاح افضل وخطة تترسم ويبقى الواحد واثق في نفسه اكتر ويبقى متفائل التفائل على فكرة بيفرق كتير جدا يعني لو واحد نفس الظروف يا كريم مع شخص تاني واحد عنده تشاؤم في حياته واحد عنده تفائل مصدقني اللي بيوصل هو المتفائل دايما خلينا عندنا ثقة في نفسنا وثقة في الله شكرك جدا يا كريم وبشكر الناس واللعب والادارة والزملاء وكل الناس اللي عيدت علي بجد والله العظيم احلى حاجة ان الواحد يحس ان الناس بتحبه يعني اكيد مفيش شخص ناس كلها بتحبه وما انا برضو مش بحب كل الناس بس يعني لما تلاقي نسبة 90% الناس بتحبك دي حاجة اكيد تشرفني بشكر حضراتكو جدا وبالمناسبة الحلوة دي بقى خلينا نخش على الخبر الحلو اللي كلنا منتكلم عليه واللي اسعدنا كلنا بجد كأهلوية وكمصريين بصراحة بقى لو حتكلم لان الموضوع ما كانش بس رسائي الموجهة او الحديث عنها عن الاهلي فقط انت لما تيجي تتكلم بنبرة فيها رقي كلام محترم جدا انت لما حتى بتدافع عنهاك بتدافع بطريقة محترمة ده اعتقد المشهد اللي احنا حابين انه يكون سائد ما بيننا كلنا كمصريين هو ده اللي احنا نعرفه على فكرة حاجة تانية ما نعرفهاش التانية احنا ما نعرفهاش الطرق التانية دي ما نعرفهاش مش بتاعتنا ظهرت لنا كده ونتمنى ان شاء الله ان هي تنتهي لكن احنا دايماً بنبقى عندنا ادب بيبقى عندنا كلام محترم واحنا حتى بنطالب بحقنا فبجد كل الدعم لقرارات مجلس الادارة ادارة الاهلي مع شركة كمان الكرة اللي تم اتخذها يوم الخميس وخاصة احنا بنتكلم عن استكمال كمان مسابقة الدوري هنا بالناشئين واللي عملت برضو يا كريم انت معه ولا ضد لا لا لازم حضرتك تبقى معه ليه بقى لكذا سبب اول حاجة يعني بعد شوفوا بقى انها اختار المصطلح ده المهازل المهازل التحكمية اللي بتحصل في حق الاهلي واخيرهم الغاء الهدف الصحيح تاني الغاء الهدف الصحيح اللي كان امام فاركو وده مش هادة كريم او مش هادة نهواند او مش هادة اتنين تلاتة كمان لا ده كان مش هادة كل خبراء التحكيم حاجة كانت مضحكة الصارح حارف لما الموضوع يزيد عن حده هي الحاجة كانت مش هادة ام تلقى لها انا انا متفق معاك تاني حاجة لما تيجي تتكلم من القوام أصلا الاساسي للأهلي خلاص جماعة احنا بشر يعني معلش باحترامي الشديد احنا بشر هو مش قادر حرفيا نقولها لك بكل اللغات انه هو يكمل او يستمر في المشاركات المتتالية بعد كل هذه التلاحمات للنصابقات ونتكلم كمان عدم تنظيم بشكل سليم من البداية يعني حدي حضراتكو كده صورة سريعة اللي بيحصل لما لأي ان انا بلعب يا كريم في نسختين كاس مصر مع بعض القديم الجديد والدوري وافريقيا ومتشارات مع المنتخبات يعني اكيد اكيد اللي بيحصل ده غير منطقي وتكلمنا في ده كتير جدا وعلى فكرة عتقنا احنا لسه هنتكلم فيه كمان واللي تسبب يعني في اصابة اكتر من عشر لعبين طبعا لو انا عدى صح يعني في الفترة بس اللي فاتت فانا شايفة ان حقيقي الافعال دي او بالقرارات دي اعتقد قرارات مهمة جدا وحنتكلم بالتفاصيل فيها بس هي قرارات مهمة نحو فكرة هنا انا عايز حقي بقى انا عايز المشهد يتحسن لان انا كده مضرور انا ككيان كبير جدا ممرش علي الكلام ده قبل كده اللي بيحصل ده ضرب في الاهلي بشكل متعمد فلازم نلاقي حل واعتقد كابتر محمود الخطيب لا احل في بعض القرارات اللي هو اتكلم فيها او الامور اللي اتكلم فيها هنتكلم على مدار الحالة يا كريم يعني اعتقد الموضوع انا بشايفة ان هو مبشر جدا بصراحة برضو من ضمن القرارات اللي كانت منطقية جدا كان طبيعي جدا ان احنا نشوف قرار زي كده ان يكون فيه اصرار او قرار بعدم مشاركة الاهلي في المسابقات اللي بنظمها اتحاد الكورة زي الكأس وزي السفر وعلى ذكر الكأس كانت اتنا وقت تتكلم ان احنا بنشارك في النسكتين تحسوا حضراتكم ان هم فيه النسكتين من الكأس فتحوهم على بعض طبعا ده ما بيحصلش في اي حتة تانية في الدنيا لكن الحقيقة برضو لازم نوضح المنطق اللي ورا هذا القرار ليه القرار ده كان منطقي منطقي لان انت كالتحاد كورة مسبب لي كوارث وكوارث دي مش صيغة مبالغة كوارث الحقيقة يعني ومش عارف تحفظ لي حقي في كل موقف انا بتعرض له من وقت حرماني من لعبة الدوليين في مونديال الاندية مرورا بتضارب موعيد امم افريقيا مع المونديال وبعدها بتلعبني كاس قديم وكاس جديد الكاسين اللي هم المفتوحين على بعض الليقول لحضراتكم عليهم وبعدين تعمل لي ازمة في ملعب نهائي دوري الابطال بجانب الكوارث التحكمية اللي بتتسبب فيها لجنة الحكام واللي الاهلي طالب من خلالها اكتر من مرة بتحكيم اجنبي في كل مبارياته وعلى حسابه وكان الرد عشوائي كالمعتاد الحقيقة ناس كتير شايفة ان كل قرارات اللي صدرت كلها قرارات صائبة من النادي الاهلي وتوقيتها ايضا مناسب جدا عشان نعرف كمان نعالج كل السلبيات اللي احنا شايفينها واللي حصلت طوال الفترة الماضية نتمنى بقى ان شاء الله ان اللي جاي يكون اصبت لان اللي فات ده الحقيقة يدرس في علم العشوائية وعلم اللا منطق فعايزين الوضع ده يتغير الفترة الجانية بتفق معاك اعتقد كل الناس يعني متوفقة على هذه النقطة احنا عندنا كمان فكرة انا او كلمة ومهمة او رسائل حبين برضو ان احنا نوجهها لكابتن محمود او وجهها عفوا لكابتن محمود الخطيب يعني لالناس عبر مباريات قناة الاهلي واعتقد كانت حاجات افرحت يعني زي ما بتقيل كده عارف كان فيه برضو هم كان فيه غضب عند الاهلوية بعد الكلام ده كان انا شم كده بدأت الحالة قلت بداية الخطوات نحو يعني استرداد الحق مرة تانية يعني ما بقولش خلاص بداية بداية فكرة اننا تاني بطالب بحقي بس بطالب بحقي بطريقة محترمة وفي نفس الوقت كده ببتدي اخد اكشنز خلاص انتو ده اللي بيحصل ارسلنا رسائل كتير وخطابات كتير بحدش بيرد عليها طيب يا جماعة احنا هنبتدي ناخد برضو الاجراءات اللي شايفينها المصلحتنا احنا هنلعب بالناشئين واعتقد دي خطوة محترمة واللي عايز يختلف على فكرة يختلف اي مشكلة وله كل الاحترام بس كابتن محمود الخطيب وانتو بعارفين انه هو يعني مقل جدا فيه الظهور الاعلامي اصلا وما بيكلمش حتى عن اي حاجة عشان تكلم عن التحكيم هو قال كده تحديدا قال هناك امور اخرى خارجة يعني تحاول النايل من الاهلي ومنها التحكيم وده عايزين تاني نحط يعني مليون خط تحتيه الصراحة اللي كان من ضمن الاسباب لو حضرتكو كده تشوفوا المشهد بشكل سليم كان من ضمن الاسباب الاساسية اصلا ضد الاهلي واللي كانت غريبة كل شوية يعني تشوف خطأ تحكيمي خطأ تحكيمي يا جماعة في ايه يعني التحكيم علامة استفهام بصراحة كبيرة جدا ده اللي تكلم بشأنو كابتن محمود الخطيب وقال قد يحدث اخطاء ولكن يجب ان يكون هناك عمل لاجب ان يكون هناك يعني انجاز وكل نادي بيحصل على حقه وارى ان الامر مستمر هذا الموسم ايضا يعني تاني ده بيأكد ان احنا مش اول مرة نتكلم في هذه النقطة هو كمان اضاف كابتن محمود الخطيب قال هناك اخطاء تحكيمية فجه ضد الاهلي هناك مجمالات في اتجاهات اخرى وارسلنا خطابات رسمية كثيرة ولا يرد علينا اي شخص الحقيقة يعني كلام كتير قاله كابتن محمود الخطيب ويمكن برضو من ضمن الامور اللي كتير من المواقع وقفت عندها وبروزتها قوي جملة واحدة قالها يعني قال ان النادي الاهلي مش صليط اللسان ومش موسف والحقيقة ده يتماشى تماما مع الواقع ومع تاريخ النادي الاهلي ومع طبيعة شخصية كابتن محمود الخطيب كرئيس مجلس دارة للنادي بالمناسبة كابتن الخطيب كمان اتكلم عن مستوى الفريق بكل صراحة وكل وضوح وبكل الشفافية وقال انه من ضمن اسباب هبوط المستوى بشكل مرحوظ في الفترة الاخيرة هو رحيل مدير فني في منتصف الموسم وهو طبعا كلام طبعا عن فيتسو موسيماني قال ان موسيماني حقق بالارقام والنتائج تاريخ لا ينكره احد ولكن من يعني صاحب حملة الهجوم عليه ولو حضراتكم يعني ركستوا كده هتلاقوا ان فعلا في وقت من الوقات كان في حملة ضارية ما تفهموش مصدرها ايه هل هي كتائب الكترونية هل هي النفوس ونفسيات مغرضة المهم قال كمان ان موسيماني كان في المغرب بيحضر وياسين منصور وطلبنا منه ان يوضح لنا الدعم الذي يحتاجه لاستكمال الدولي وقال كمان ان كابتن موسيماني فجئنا بانه صحيا ونفسيا لا يستطيع استكمال مشواره معنا وطلبنا منه مهلة للتفكير لمدة 24 ساعة وبعد انتهاء هذه المهلة اعتذر لنا طيب احنا لسه في كلمة كابتن محمود الخطيب وحنتكلم عليها على فكرة نجوز النهاردة في الفترة كمان والأيام اللي جاية لان كان فيها رسالة مهمة جدا هو كمان نتكلم يا كريم عن لعيبي الأهلي تحديدا وهو على فكرة مبارح ما ننسيش نقطة ما ننسيش طرف في الموضوع هو قال نفس لعيبي الأهلي المتوجدين حاليا على فكرة قبل ثلاث شهور هم كانوا بيلعبوا نائي دوري أبطال إفريقيا وقبل شهور ايضا كانوا يعني يحققوا المركز الثالث في كاس العالم للأندية فليه ده حصل معهم او لماذا حدث او ماذا حدث لهم هو كده بيتساءل قال لعيبي الأهلي مضغوطين بدنيا ومضغوطين ذهنيا يعني بعد ما وصلوا ليه قمة كمان الهرم في المواسم اللي فاتت وقال توقعنا حدوث هبوط في مستوى الفريق لكننا في منتصف الموسم وواجهنا صعوبة في خلق دوافع جديدة للعبين وتحفزهم لأنهم لعبوا ثلاث مواسم بشكل متلاحق وهو رقم قياسي وغير مسبوء في العالم ونحط خطوط تحت فإحنا عملينا النهاردة فهي منحط خطوط بس لأن الكلام واقعي إحنا بني زي ما تقالي يعني تقر وقائح على الأرض حصلة فعدد مباريات يعني لأي لعب في العالم غير مسبوك يعني مع فكرة هنا كمان يا جماعة طيران او حد يفتكر ان موضوع اللعيبة بتسافر وبلاد كبيرة وساعات عفوا بعيدة وساعات طيران طويلة جدا ده عادي اللي هو ايما انت في الطيارة لا الطيارة بتقص في الظهر أصلا يعني وبتأثر كمان على الحالة البدنية وبتتعب فسفر كتير جدا الأهلي هو الفريق الوحيد اللي وصل لنهائي أفريقيا ثلاث مرات متتالية بالإضافة لضغط المباريات هنا بنتكلم بقى محليا وكأنهم بيعاقبوا الأهلي أنه هو بيفوز بلقب أفريقيا وبيصل للمونديا للأندية يعني حاجة بجد غريبة جدا يعني أنا ما بقيتش فاهمها ولا أي حد بصراحة فاهم يعني هل أنت بتعاقب دلوقتي عشان أنت رقم واحد هل أنت بتعاقب عشان أنت قادر أنك تشارك في كل البطولات اللي بتحصل فأمر غريب بصراحة اللي حاصل ردا على سؤالك يا نهواند اللي حاصل بيقول أنه غالبا آه يعني بسم الله الرحمن الرحيم الإجابة نعم أنت بتتعاقبي على أن أنت رقم واحد وأن أنت بتشارك تعريبا في كل البطولات وإلا لو حد من حضراتكم عنده سبب تاني منطقي يقول لنا عليه يعني الكلام بالمناسبة اللي قاله كابت المحمود الخطيب والتصريحات اللي صدرت عنه والكلام اللي طبعا أثير بشكل ملموس في الفترة الأخيرة كل ده مالوش علاقة بإن لو إحنا عندنا أخطاء لازم نشتغل على تصحيحها ده موضوع تاني لو إحنا عندنا لعيبة مش عاملة اللي عليها كما ينبغي لازم يعاد النظر فيهم ده موضوع تاني كل ده مالوش علاقة بال 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 بالحاصل معنا لكن إحنا داخليا لو إحنا عندنا مشاكل معينة بطبيعة الحال لازم يقائمين على النادي الأهلي وعلى الفريق الأول لكرة القدم يحطوا إيههم على العطل أو المشكلة فين ويشتغلوا جاهدين على تصليح الوضع وده اللي طول عمره النادي الأهلي يعني مجالس إداراته المتعاقبة دايما بتعمل كده بالمناسبة كمان من النقاط المهمة جدا اللي تكلم فيها كابتال محمود الخطيب ودي جملة برضو الحقيقة لها معنى بس اللي يتأملها كده فكرة إن الوطنية مش مجرد كلام وإن حب الوطن أفعال وليس أقوال وقال كمان إن النادي الأهلي دايما مختلف يعني ودي حقيقة برضو أمر واقع ملموس قال كمان إن النادي الأهلي عنده ثوابت من ضمنها عدم الظهور الكثير في وسائل الإعلام وكلام ده من سنة 1907 يعني ظهور رئيس النادي رئيس النادي الأهلي خلال دورته لا يظهر أو لا تتعدى مثلا ثلاثة واربع خمس مرات بالكتير لكن على حسب كلامه إنه كان لابد حاليا من الظهور للحديث عن بعض الأمور والأزمات والإخفاقات الأخيرة وطبعا ده إلى حد كبير فيه من ضمن ما فيه يعني فيه احترام كبير جدا لجماهير النادي الأهلي الناس اللي عصبها تعبت والناس اللي غضبانة والناس اللي شيطة من اللي حاصل في الفترة الأخيرة وبالمناسبة كابتل محمود الخطيب قال كمان إن جمهور النادي الأهلي هو دايما أول المساندين للنادي فيه أوقات الأفراح وأيضا فيه الأزمات وحتى فيه أوقات حزن الجمهور أشعر بيدعمهم غير المسبوك وهذا الأمر يحملني مسئولية أكبر كلام محترم عن جمهور يستحق الاحترام والتأدير الحقيقة بس عشان أكد تاني إن كابتل محمود في كلمته وما سبش نقطة ما تكلمش فيها تعالوا نروح للشق بقى اللي فيه فكرة هنا الاعتراف بآه حصل إخفاقات طبعا هو أتكلم كده تحديدا وأعتقد الكلام ده ما يجيش غير من قيادة نكحة فعلا لما يحصل أي إخفاق في أي حاجة تلاقي القائد أو تلاقي كابتل محمود لو هنتكلم هنا عن الأهلي هو طلع والكلم قال أنا بعترف أن فيه إخفاقات بعترف أن فيه تقصير ولكن مش علينا أو علينا الإصراع في الإصلاح وده اللي احنا بنعمله لهذه الإخفاقات والتقصير لأن من يعمل من الممكن أن يخطئ ولكن العيب قال لا ترى الأخطاء ونحن نعترف كمسؤولين كيف نعالج الأخطاء هو كمان قال يعني بنحدى كثيرا عن أي إخفاق خصوصا أننا مسؤولين وقبل أن نكون مسؤولين نحن من جماهير الأهلي وكمان أضاف يجب أن نتحمل لوم الجمهور أو الجماهير وحزنه في الأوقات الصعبة مثلما نفرح بتشجيعه لنا في الأوقات أو أوقات الانتصارات تحديدا فكلام محترم ده اللي أنا برضو كريم تكلمنا فيه في بداية الحلقة طبيعي جدا تاني كعيلة أن أنت تستحمل بعض وكعيلة أن أنت برضو قلبك بيبقى زي ما بتقال كده يا كريم يعني شديد الغضب وشديد الفرح على الكيان اللي هو بيعشقه يعني الجماهير في الأول في الأخ بيعشقه هذا الكيان فطبيعي أن هما يكونوا يعني عندهم هذه الأحاسيس اللي هو لما بيحصل حاجة أنا بفرح أو يحصل حاجة مش كويسة أو حاجة مش متوقعة بزعل أوي فده طبيعي كابت المحمود تكلم عن الشق ده وعايز أقولك برضو موجد الغضب اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت اللي ما تعرفش بقى هل هي موجد غضب حقيقية ولا برضو مدعومة ببعض يعني العوامل الخارجية وحضراتكم أكيد يعني عندكم الإجابة على هذا الرد لكن حاليا بجد شيء محترم جدا لو حضراتكم دخلتوا بنفسكم على السوشيال ميديا هتلاقوا فيه دعم كبير جدا لكيان الأهلي وكمان خصوصا بعد كلمة كابتر محمود الخطيب الناس يا كريم زي ما بتقال كده خلاص زعلنا أو يعني غضبنا فيه فترة ما ووقت البيك بتاعها أو ووقت يعني الإخفاقات اللي ما كنا فيها لأننا كنا بنقول إن احنا نستحق أحسن من كده بس بعد كده الدنيا لما بترو والدنيا لما بتهدى شوية بتدي الصورة توضح فالناس لا ما فيش حاجة اسمها كده عادي جماعة حاجة وحتعدي إن شاء الله الموضوع يعني هنقف تاني على رجلين فإن شاء الله خير الفترة اللي جاي بس لسه برضو بقول لحضراتكم معانا كلام كتير جدا بخصوص كلمة كابتر محمود يمكن كريم بس يكمل الشق برضو مهم اللي جاي معاك جدا الحقيقة برضو من ضمن الحاجات اللي اتكلم فيها كابتر محمود الخطيب واللي يعني جات في السياق كلامه لما اتكلم عن رئاسته هو شخصيا للنادي يحاول يلخص كده يعني من اول ما تولى الرئاسة مجلس دارة النادي الاهلي وقال لما كنا في الدورة الاولى تحديدا ويتوليت ادارة النادي كانت عندنا رغبة عارمة في ان احنا نعد فريق قادر على المنافسة في البطولة الاجبر وهي دوري ابطال افريقيا بعد غياب دام لمدة سبع سنوات ووصلنا بالفعل لانهاء دوري الابطال خمس مرات في ست سنين ويمكن دي حاجة ما بتحصلش كتير في العالم قال كمان ان احنا نحقق البطولة مرتين متتاليتين فده كمان انجاز تاريخي قبل ان نخسر البطولة في المرة الثالثة كمان اضافه قال ان النادي الاهلي فاز باثناشر بطولة في اخر اربع سنوات ما بين الالقاب المحلية والقرية وكمان كأس العالم للاندية وهذا انجاز لم يحققه اي نادي اخر في العالم هيا كلام مصبوط ده اقرار للواقع مش كلام مرسل ده واقع كلنا عشنا وعاهدنا يعني شاهدنا الفترة الاخيرة وبرده رجوعا لجماهير النادي الاهلي كلمة حق لازم تتقال النادي الاهلي زي مطور عمره ليه خصوصية شديدة جدا كمان جماهير النادي الاهلي هي كمان ليها خصوصية شديدة جدا في تشجيحها في الانتصارات في الانكسارات لا جماهير النادي الاهلي جماهير وفية وداعمة ومنطقية جدا في كلامها يعني ساعة لما بتغضب تأكدوا ان في حاجة تزعل يعني مش جمهور عشوائي غوغائي اي حاجة مش على هواه يقلب بمجابها الدنيا لا مش كده خالص النادي الاهلي جماهيره وعية جدا وفاهمة جدا اللي بيحصل ومنطقية جدا في رؤيتها للأمور وفي طالباتها لما بتطب اي طلب غالبا ما بيكون طلب مشروع بس يعني النقطة دي مهمة طبعا انت تكلمت فيها والنقطة التانية انا بحب جدا فكرة ان احنا محافظين على مدار التاريخ قصة ان انت ما بتردش غير بالواقع يعني لما بيجي حتى حد يهزر حتى احنا على المستوى الشخصي يهزر معنا بتفضل تقاعد بتسمعه كمل كمل كده بترد على حاجة واحدة بترد عليه بتاريخ البطولات يعني لقد انا شخصين بدخل في حاجات زي كده كتير ويقعدوا بقى ناس وحبنا يعني حتى هزروا بتعود الشرفية بتسيبهم كملوا كلامهم كلهم تقوم رد واحد اللي هو تفكرهم كده بكم بطولة بكم كاس بعدد الجوائز في حاجات زي كده تلاقي اللي قدامك سكت يعني احنا مش محتاجين زي ما بيتقال كده نحرق دمنا أصلا عشان نرد على اي حاجة تاني احنا كلنا يمكن كجماهير وككيان وكادارة ومجلس ادارة وادارة فنية كلنا تقريبا عندنا نفس الفكر نفس الاتيتيود زي ما بيتقال نفس التربية انصح التعبير فاحنا مش مفروض ننصح أصلا الحاجات زي دي خالص وإيه المشكلة طبعا اه ماشي اه خسرت انا البطولة دي وبعدين ما لكسبتها كتير جدا وحكسبها على فكرة قدام لسه ايه المشكلة يعني معلش والله انا نفسي مش فهمة فين الشيء المعضل يعني هنقض نكسب على طول حتى يبقى ملل يا جماعة يعني مش قولة ايه اللي هو زهق زهقنا هنفضل يعني لعبتنا ما شاء الله على طول عادي ما عادي ما فقاش اي حاجة هنرجع تاني على فكرة خلينا نكمل مع حضراتكو اكيرا هنتكلم بتفاصيل اكتر في الفكرة مع كابتان احمد سلامة بس خلينا بقى ان ننتقل دلوقات اللي عندنا فيما هو قادم كمان مواجهات كتير جدا والنهار ده ان شاء الله الاهلي حيواجه اتحادث سكنداري على ملعب برج العرب في ختام منافسات الجولة التسعة والتسعة والعشرين من الدورة زي ما حضراتكو اكيد متابعين والقيمة الاهلي خلينا نقولها حضراتكو سريعا حراست المرمى علي لطفي ومصطفى الشبير حمزة علاء خط الدفاع عندنا ربي ربيعة ومحمود متولي ومحمد هاني محمد عبد المنعم كريم فؤاد محمد أشرف بكري محمد خليفة ومحمد أحمد وخط الوسط عندنا أليو ديانج ومحمد محمود وبير ستوك ولويس مكسيوني ومحمد فخري محمد حمدي وميدو نبيل زياد طارق وأحمد سيد عبد النبي وخط الهجوم أخيرا حسام حسن وصلاح محسن وأحمد سيد غريب وعلي عمر ويمكن أسماء مش common كتير لبعض الناس اللي بتسمح لكن خليني اقول لحضراتكو مرة تانية احنا عندنا يعني مش بس فكرة فريق أول قوي احنا عندنا ناشئين قوياء جدا عندنا ناشئين متميزين جدا احنا رحنا بجوالات وشوفنا وحضراتكو أكيد عارفين مصنع الناشئين اللي عندنا الفكرة كلها ان بعض اللعيبة المتميزة بتحتاج فرصة واعتقد هي دي او هو ده التوقيت السليم كل واحد بيحصل على فرصة لازم ان هو يثبت نفسه فيها فبالتوفيق ان شاء الله وكلنا في ظهرهم وكلنا عندنا ثقة بإذن الله انه هيبقى فيه مطش حلو جدا واللي جاي بإذن الله يكون احسن كمان من اللي عدا تعالوا بقى نروح يا حضرات ليه موضوع مختلف وملف منفصل تعالوا نهني المنتخب الوطني للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة اللي فاز بالميدالية البرونزية في منافسات كأس العالم للأولمبياد الخاص اللي اقيمت في مدينة ديترويت الامريكية واللي انتهت بالامس الحقيقة اللي حصل كالقاتي اكتسح منتخب مصر نظيره منتخب جزر الكاريبي بستة اهداف نظيفة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وبشكل عام نقدر نقول ان كان الاداء في منتخب قوة في منافسات البطولة دي بشكل عام وده بيعكس القوة والعزيمة والاصرار من لعبات المنتخب لتكرار انجاز عام 2018 بالحصول على برونزية كأس العالم بالمناسبة كأس العالم للانفياد الخاص شارك فيه 22 منتخب يعني طبعا الى جانب منتخبنا المصري وللحقيقة عامل شغل اكتر من ممتاز بص لست فيه انجازات كتيرة جدا على الارض كمان خلينا نروح لانجاز كمان جديد لابطال مصر وكنا اتكلمنا مع حضراتكم الاسبوع كمان اللي فات عن البعثة المصرية المتواجدة بانجلترا لعبور هنا بحر المنش يعني ووقتها كنا عمين نقول يا رب وان شاء الله الحمد لله دلوقتي نقدر نقولها او رقم جديد في عبور بحر المنش في زمن قدر تحديدا كده 12 ساعة ودقتين رحيا بجد ده انجاز يعني نقدر نقوله جديد جدا ليه الرياضة المصرية بمشاركة هنا كل من السباح محمد الحسيني ده من داوي الهمم متلازمة داون والسباح احمد اسامة والسباحة شروات حافز وسبحتين كمان المنيتين كل ده عايز اقول لحضراتكم كان بقيادة كابتن خالد شلبي السباح العالمي وقاهر المنش زي ما بيتقال عليه كده مبروك ابطال مصر اللي صنعه فعله نقدر نقول كده يعني تاريخ وقدروا يقدمه انجاز جديد جدا ليه الرياضة المصرية تقدر انها تحقق رقم جديد كمان في زمن عبور بحر المنش امر اعتقد مبهر امر فيه انجاز كبير جدا كل الدعم لكل ابطالنا الرياضين بجدل بيمثلوا مصرف بمختلف البطولات وبيصنعوا تاريخ كمان مشرف مشرف جدا ليه الوطن وهنا نقدر نقول كمان باسرار وبعزيمة بتفوق اي رياضي تاني بصراحة نتكلم هنا عن ابطالنا من كمان يعني القادرون باختلاف خليني اقولها بهذا الشكل فتحية كبيرة جدا انا بتعلم شخصيا من الناس اللي زي كده من الشخصيات دي من الفئات دي كلنا لازم تعلم من بعض بس هما يا كريم برضو تحس الموضوع مختلف لان الموضوع فيه تشالنج اكبر قد ايه انت اوقات بس نفسيتك لما تبقى تعبنة تقول انا مش قادر خلاص مش حكس ما كده ده انت يعني انت ربنا مديك نعم مفروض ان النفسية دي تسيطر عليها كبني ادم لازم عندنا الكلمة الاخيرة او الكلمة الاقوى تخيل بقى حد مع السعيد التاني عنده تحديات اصلا فيه او جسديا انت فاكر كابتن خالد شلبي اصلا لما استدفناه والله العظيم حاجة تديك امل في الدنيا بجد مفيش حاجة اسمها مستحيل البني ادم اللي عايز ينجح لازم حيوصل بس لازم يسر ان هو يوصل مهما حصل فربنا بجد يكرمهم ويستمروا في تشرفنا في الخارج ورفع اسم مصر في كل المحافلة الدولية ان شاء الله احنا الحقيقة هنا برنامجنا في عشر الصبح في الاهلي من اول ما البرنامج انطلق لغاية الحلقة الاخيرة احنا كل فترة وعلى فترات متقربة كمان كل مرة بنستضيف بطل ما من اصحاب الهمم بيكون مشرفنا ورفع راية بلدنا عالية خفاقة في محافلة دولية مختلفة اقل حاجة واقل وصفة اقل على الناس دول الى جانب انهم ابطال فهم اشخاص ملهمين فهم اشخاص المفروض الواحد لما يبصرهم ويبص لظروفهم والملبسات اللي هم عايشين في وسطها ويشوفوا حجم التحديات والعرقيل اللي هم اضطروا يخوضوا فيها لا دا الناس السليمة المعافاة الحقيقة ما عندهاش ربع الاراضة دي ولا تمن الاسرار ده ولا سوبع العزيمة اللي عند الناس دي فالناس دي حقيقي هي دروس مستفادة ماشية على رجلين فكل التحية وكل التأديم ليهم وكمان استكمالا لكلامنا هوند المتعلق بيء الاجازات اللي بتن من كل يوم التاني واللي حصلت بصفة خاصة مؤخرا في الرياضات المصرية المختلفة تعالوا نروح لختام منافسات البطولة العربية لشباب الملاكمة اللي استضافتها مصر في المركز الوليمفي واللي انتهت بالامس بحصد الفراعنة ثمان دهبيات وفضياتين وبرونزيتين حقق الميداليات الدهبية يعني او اتحققت عن طريق ادهم علي حسين وهو وزن 48 كيلو وعبدالله سعيد وزن 54 كيلو واحمد عبدالحفيز وزن 60 كيلو احمد عبدالموود وزن 63 كيلو نص محمد حسام وزن 67 تميم نعيم وزن 86 عمر خالد وزن 92 كيلو جرام وحازم نادر وزن 92 كيلو جرام بينما حصد الفضياتين كل من محمد مبروك وزن 75 كيلو ومحمود سالم وزن 80 كيلو بينما حصد البرونزيتين فارس فؤاد وزن 75 كيلو ومحمد احمد الاحمر وزن 71 كيلو مليون مبروك لأبطالنا وان شاء الله مستنين منكم المزيد والمزيد من النجاحات الفترة الجاية بإذن الله تعالى برضو نروح كريم لكاس العرب للشباب هنا تحت 20 سنة والأداء يعني الأكثر من رائع لمنتخبنا بجد النهاردة النهائي بإذن الله بين المنتخب المصري والسعودي وكان منتخب مصر كان كسب منتخب الجزائر بنتيجة 3 واحد كان في نصف النهائي بطولة اعتقد مهمة جدا وشبابنا مقدمين فيها مستوى أكثر من رائع وبالمناسبة خلينا نقول لحضراتكم البطولة دي بتصدفها المملكة العربية السعودية واللي تابع كمان المباريات شاف قد إيه في مستوى ومهارة الجيل اللي صاعد من أبناء مصر بجد لعيب المنتخب الوطني للشباب وقدرتهم هنا على المنافسة في البطولة يعني حاجة جميلة نتمنى لهم كل التوفيق النهاردة وإسعاد بقى الجماهير المصرية اللي كانت حريصة كمان بشكل كبير ويمكن بشكل غير مسبوك على متابعة يعني وشوار المنتخب بالبطولة ففي حاجات كده تديك بعض التفاؤل بقى طبع طبع يعني بصراحة تعالوا بقى نروح للبريمير ليج يا حضرات وبري وينكم ما ينفعش برضو نتكلم عن افتتاحية الدوري الإنجليزي من غير ما نقف عند ابننا مو صلاح نحكي لكم عمل ايه وحقق ايه اللي حصل ان حساب الدوري الإنجليزي بريمير ليج يعني احتفل بالهدف اللي احرزه الملك المصري محمد صلاح في مرمى فولهام بالامس الموتش انتهب بالمناسبة بنتيجة التعادل اتنين اتنين لكن الحقيقة فيه رقم قياسي لازم نقف عنده ولازم نقوله لحضراتكم محمد صلاح رقم قياسي فريد في تاريخ مسابقة البريمير ليج بعد ما اصبح هو اول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في المباراة الافتتاحية للموسم السادس على التوالي ده غير انه يعني ضمن قائمة الاكثر تسجيلا للأهداف في الافتتاح برصيد 8 أهداف مع روني وشارر ولامبرد الحقيقة وقال حساب الفريمير ليج عبر تويتر عن محمد صلاح وصفوه بالقاتي قالك لا يمكن ايقافه محمد صلاح ينضم لقائمة الاكثر تسجيلا في المباراة المباراة الافتتاحية للفريمير ليج برفقة وين روني وآلان شارر وكمان فرانك لامبرد برصيد 8 أهداف كمان احتفى واحتفى لنادي ليبرفول بالملك المصري محمد صلاح وكتب على تويتر وقال مقياس النظر الطاقب 6 على 6 تماما مثل مقياس صلاح التهديفي في المباراة الافتتاحية تاريخ يكتب بأقدام من ذهب يامو وهو الحقيقة تاريخ بيكتب بأقدام من ذهب يامو يام شرفنا ربنا يديمها عليك نعمة ودايما كده بتسعدنا كمصريين وكعرب وتشرفنا في كل مكان في العالم مش بس في البريمير ليج الحقيقة تعالوا نروح لمركز التنابؤات للهيئة العامة للأرصاد الجوية ودكتور محمود شهين دكتور محمود بونجور السباح الخير وحضرتك بخير يا رب ويمكن أسبوع اللي فات كان أسبوع يعني معتادل إلى حد كبير الجو كان حلو قوي يمكن كمان الجو كان حلو قوي بس حضرتك قلتنا أن في استقرار إلى حد ما برضو خلينا نعرف بقى نتطمن على بداية الأسبوع مع حضرتك تفضل هو الحمد لله أستاذا نحوان بمساعدة الاستقرار مستمر معنا يعني إحنا الأجواء مستقرة في الكبير ما فيش أي ظواهر جوية ممكن تؤثر على كافة الأسطوة اليومية ما زال طبعا درجات الحرارة حول المعدلات الطبعية ما فيش موجات فاليبة الحرارة خلال الستية مجيين على الأقل لكن نسها بالرطوبة ما زالت مرتفعة بس كلما اقتربنا من أبعض من السواحل السمالية كلما السجواء كانت أكثر اعتدالا من درجة الحرارة بخلاص كده يعني ممكن نشوف صبورة مائية الصبح مدري على بعض الطرق كلما اقتربنا من الطحات مائية أو طرق ضراعية لكن برضو ما بتقللش الرؤية بشكل كبير أصلا كده بنقول الأجواء مستقرة على محبوبات الجمهورية وإن كان هناك بعض فرق لتكون الصحب الرعبية على أقصى جنوب شرق البلاد عند حلايب 30 ممكن يصحبها بعض فقط الأمطار الخفيفة لكن ايضا مش مؤثرة على الأنشطة هنا قويس جدا طيب دكتور محمود أنا عندي سؤال هو إمتى فصل الخريف لا فصل الخريف بيبدأ 21 ستنبر لسه طبعا نحن قدامنا شهر يعني حوالي شهر أو أكثر من شهر الحمد لله مع بداية شهر تسعة بيبدأ نسب رطوبة قلي شوية كويس ويكون درجات حرارة أكثر أعكدال إن شاء الله بقى قريب كده وندخل على الشتاء بإذن الله نرجع نحن عايزي الأيام نتعذي شكرا لك جدا وأكيد هنتابع حضرتك برضو على مدار الأسبوع الجاي شكرا دكتور محمود هانت شهر والله العظيم متحكة جدا سؤالك نميز برضو أول خريف أمتى خريف جلنا أمتى لا بس هانت والله شهر كويس كويس هستحمل الشهر ده يعدي طيب خلونا نطلع فاصل سريع حضرات ونرجع نكمل معكم أهلا بيكم من جديد تعالوا بقى نتعرف على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي في فروعه المختلفة من خلال زمرتنا العزيزة هانا أبو القاسم هي موجودة حاليا في مقار النادي الأهلي بالجزيرة صباح الفل عليك يا هانا تفضل نحن سامعينك يا صباح الخير عليكم على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان بداية أسبوع جديد وعشر الصبح في الأهلي وزي ما عودناكم دايما هنقلك كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي النهاردة الفريق هيكون عنده مباراة أمام فريق الاتحاد السكندري الساعة 9 مساء ضمن منافسات بطولة الدوري والمميز في مباراة اليوم أن هي هتشهد مشاركة عدد من شباب النادي الأهلي اللي طبعا تم تصاعدهم من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي يعني بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله يقدموا مباراة كبيرة ويكونوا بيشاركوا مع الفريق بشكل أساسي في المرحلة القادمة يعني ده فيما يخص أخبار كرة القدم خلونا بقى نروح للألعاب الأخرى حينو جميع الفرق الرياضية داخل النادي الأهلي بتستعد بشكل قوي جدا للموسم الجديد يعني كمان كان تم الأعلان عن عدد من الصفقات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي خلونا في البداية نبدأ بكرة الطايرة وسيدات كرة الطايرة بتجدد عقد كابتانو طبعا كابتن الفريق نهلة سامح وأيضا اللعبة آية الشامي واللعبة دعاء الغباشي لمدة أربع مواسم يعني طبعا هم عندهم مخبرات كبيرة جدا إن شاء الله كالعادة يكونوا إضافة لفتيات الذهب نروح بقى للعبة كرة اليد سيدات كرة اليد أيضا بتتعاقد مع اللعبة طوقة كامل اللعبة طبعا قادمة من صفوف نادي 6 أكتوبر الرياضي وتم التعاقد معاها لمدة أربع مواسم إن شاء الله أيضا تكون إضافة كبيرة لسيدات كرة اليد وتحصد معاهم بقى جميع البطولات هذا الموسم كمان رجال كرة اليد الحقيقة بيوصلوا استعداداتهم للموسم الجديد طبعا زي ما احنا عارفين هما بيتمرانوا فترتين في اليوم بيكون الأول فيه فترة بدنية في صالة الجن بعد كده مباشرة بتكون فترة فنية طبعا بالكرة على الصالة هنا في النادي الأهلي بيستعدوا بقى بشكل قوي جدا للموسم الجديد واللي هتبدأ منافساته الشهر القادم شهر سبتمبر نروح كمان للعبة كرة السلة وسيدات كرة السلة أعلنت عن تجديد تعاقد اللاعبة المميزة جدا الحقيقة ندين السلعاوي لمدة أربع مواسم كمان تم التعاقد مع اللاعبة ميرال أشرف وهالة مصطفى أيضا لمدة أربع مواسم إن شاء الله بقى يعملوا موسم كبير جدا مع النادي الأهلي كمان معينا أخبار متعلقة بكرة السلة رجال كرة السلة واللي أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن بقى موعد انطلاق المسابقات للموسم الجديد كأس مصر هينطلق يوم 16 أكتوبر وهينتهي يوم 21 مايو دوري المرتبط هيبدأ يوم 21 أكتوبر وهينتهي في 29 ديسمبر وكأس السوبر اللي طبعا هيكون بين النادي الأهلي والاتحاد السكندري واللي مقرر قمته يوم 12 يناير وكمان دوري السوبر اللي هيبدأ يوم 3 يناير وهينتهي يوم 23 يوميو يعني طبعا مجهود كبير جدا حقيقة مبدول من قبل النشاط الرياضي داخل النادي الأهلي بإدارة طبعا كابتن خالد العودي موسم هيكون تشالنجين جدا طبعا كل الأندية أصبحت بتهتم بالألعاب الأخرى لكن طبعا ده كله في صالح الرياضة المصرية يعني دي كانت أبرز الأخبار طبعا قبل مخت كلامي حابة أقول لزميلة شاشة قناة النادي الآن والآن العودة لكم مرة أخرى في السوديو والله يا هنة أنت يعني من المرسلات فعلا ودايما بنقول ده أنا وكريم المتميزات جدا والزوء جدا شكرك جدا زملتي العزيزة هنة والآسم على هذه كمانة التغطية الأكثر من رائعة كالعادة يعني جميلة جدا جدا خلينا بقى ننتقل مع حضراتكم دلوقتي لمقر جريدة الشروق ومرسلتنا العزيزة والمتميزة أيضا نورهان تمان وقرأ فهم الصحافة والأخبار والمواقع يا نورهان منجور عليك صباح الفل ومعاك أخبار كتير مهمة بس تسمحي لي أروح معاك لخبر تحديدا اليوم السابع واللي بتحدث عن كلايتنبرج أنه بيصل القاهرة اللي بدأ عمله في تطوير التحكيم المصري وكان محدد للموعد يوم 6 أغسطس تحديدا أنه بالفعل متواجد دلوقتي وعنده يعني سلسلة مهام كبيرة جدا منها أنه هو هيعقد جلسة مع الحكام المصريين وكمان أنه هو هيبدأ رسميا كرئيس لجنة التطوير أو تطوير التحكيم اللي احنا في أمسل حاجة ليها بغض النظر هنا بقى عن اختلاف القراء معه أو ضد بس أكيد يعني منظومة التحكيم المصري في حاجة وفي أمسل حاجة ليه تطوير ودعم وغيره خليني أعرف منك تفاصيل أكتر على هذا الخبر خصوصا برضو أن كريتنبيرج كان أو من الناس اللي عملت تفرف كل مكان راحه أخيرا كان أو مؤخرا كان في اليونان وأحدث برضو تطوير كبير جدا هناك وكان بيعمل كذا يعني نقطة كانت في غاية الأهمية منها مثلا على حد برضو معلوماتي أنه هو كان يعني يقول لحضراتكم كان بيعمل كده شهريا زي تست للحكام بدنيا وبيجروا ويقيس هل هم لائقين أصلا ولا لأ للاستمرارية لأنها شغلانة أو وظيفة صعبة وظيفة التحكيم يعني تحتاج كمان لجهد وبذل جهود كبير جدا بدني تفضلي يا نورهان سامعينك يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي القناة النادي الأهلي في كل مكان وطبعا يا نهواند معاكي في أول خبر طبعا معنا من احنا هنا مقر جريدة الشروع أو الخبر معنا من موقع وصحيفة اليوم السابع ووصول كلاتنبيرج إلى القاهرة لبدء مهامه وبدء عمله في طبعا تطوير التحكيم المصري بشكل عام زي ما قلت يا نهواند التحكيم المصري يحتاج إلى تطويره ومش عيب أبدا ان احنا نقر بأخطأنا ومش عيب ان احنا نعترف ان احنا عندنا بعض القصور بدليل انه عدم وجود حكام مصريين في المحافل الدولية وده يعني شيء مؤسف للغاية فعلا في الفترة الأخيرة نظرا لطبعا يعني بعض المستويات الغير لائقة في الفترة الأخيرة من التحكيم المصري وده مش عيب وكلاتنبيرج يصل إلى القاهرة لبدء عمل وتطوير التحكيم المصري وهيعقد جلسة مع الحكام هيسمع منهم عن رأيهم وظروفهم بشكل عام لطبعا يعني وضع اللمسات الأولى عن جزء كبير جدا من راتبه اللي كان بيتقاضا فيما قبل الوصول إلى مصر والعمل في مصر وأنه متحمس جدا للعمل في الكرة المصرية وفي مجال الكرة المصرية طبعا نظرا هي الكرة الأولى عربيا وإفريقيا ثاني خبر معنا من الشروع بيان رسمي محمد أبو جبل يشكو ناصر السعودي للمحكمة الرياضية على محمد أبو جبل حارس مارمالادي الزمالك السابق بشكوى ضد نادي الناصر السعودي إلى المحكمة الرياضية الدولية بعدما رفضت إدارة نادي الناصر السعودي إرسال تأشيرة لدخول اللاعب للمملكة العربية السعودية ولحقب ومعسكر الفريق أيضا في أسبانيا ويمكن الناصر السعودي كان رد على بيان محمد أبو جبل وهو قال أنه ألغى التعاقد ما بين اللي كان أبرم ما بينه وبين اللاعب وكان قدم ده فيه بيانات رسمية أو إميلات رسمية لللاعب كمان خلينا نقول لكم أنه الناصر كان تعاقد مع محمد أبو جبل ولكن سرعان ما أعلن طبعا تراجع إدارة نادي الناصر عن ضمه وتعاقدت مع لاعب آخر وهو الحارس الكولومبي المخضرم ديفيد أسبين ومن موقع كورة لاعب ليفربول السابق صلاح جاهز لحظ الألقاب ومن الصعب تتويج سيتي يرى ديفين راين زي ما قال في التصرحات تلفزيونية لقالها موقع كورة أنه من جمين المصري محمد صلاح مؤهل أنه يحصد الألقاب مرة أخرى مع ليفربول بعد تجديد عقده الأخير مع الريدز ديفيد رافن قال أنه محمد صلاح أيضا هيكون مرشح بقوة لحظ لقب هداف البريمريج مرة أخرى طبعا بعد ما حصل على اللقب في الموسم الماضي بالإضافة كمان إلى أنه توقع أنه ليفربول على الرغم من البداية الغريبة أمام فولهم والتعادل أمس بهدفين لكل فريق قال أن ليفربول هو المرشح الأول للحصول على دوري الإنجليزي والسيتي من الصعب أن هو يحقق دوري الإنجليزي مرتين متتاليتين دي كانت أخبارنا هنا من موقع وجريدة الشروق شكرا لكم جدا وعودة إلى الستوديو تغطية أكثر من رائعك العادة نورهان بشكرك جدا أنا وكريم أكيد شكرا لك طيب أخبارنا خلصت في الفقرة الأولى فاصل سريع عشان نستقبل محضراتكم كابتن أحمد سلامة وملفات كتيرة وأكيد حيكون أبرزها الكلمات المحترمة والحديث المحترم من كابتن محمود الخصيل بعد الفاصل في أهلا بكل حضراتكم في أول فقرة حوارية في حلقاتنا النهاردة من عشر الصبح في الأهلي والحقيقة عندنا موضوعات وملفات كتير جدا قوي خالص هنتكلم فيها مع ضفنا اللي منورنا في الفقرة دي كابتن أحمد سلامة مهاجم حرس الحدود ومنتخب مصر السابق اللي دايما بنسعد بوجوده معنا وإن كان على فترات متبعدة ومش هينفع كده أبو كبات دربت غط سنة الفترة الأخيرة بقالك كتير من أولنا إن شاء الله نكون مع بعض دايما نورنا أهلا بيك صباح الخير وأنا سعيد جدا بالتعبير مع حضراتكم صباح خير كابتن أحمد وزي ما كنتنا بنوح في الفقرة الأخيرة اللي فاتت قلنا أن احنا هنتكلم معك في ملفات كتيرة جدا بس أكيد هنبدأ بيه طبعا القرارات الأخيرة ويكلمت كابتن محمود الخطيب اللي أعتقد لقيت يعني رواك بشكل كبير جدا واستحسان بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا حتى الناس اللي مش أهلوية بالمناسبة الناس اللي بتفكر بالمنطق أو بتستخدم المنطق في كلامها اللي هما شايفين أن فعلا الأهلي اللي بيحصلوا ده غير طبيعي كانوا مبسوطين من القرارات الأخيرة ومنها استكمال الدوري طبعا بالناشئين فبداية لو نبدأ بالنقطة دي هو يعني اللي هي شقين يعني شق الأول طبعا كابتن الخطيب لما بيتكلم أكيد بيتسند لحاجات يعني هو حطت إيده عليها بشكل واضح وصريح الكابتن الخطيب قيمة كبيرة جدا أسطورة كبيرة أسطورة حقيقة للكورة المصرية والرياضة المصرية بشكل عام بيلقى الكابتن الخطيب دعم كبير ومساندة كبيرة من الجمهور المصرية على مستوى على مستوى أنه كان لعب كبير وعلى مستوى أنه إداريا ناجح بشكل كبير جدا الشق الثاني استكمال الدوري بالناشئين أنا شايف أنه الناشئين كان لازم ياخد فرصة يعني أنا ممكن كنت بتكلم قبل قرار الكابتن الخطيب قلت يعني خلاص أنا شايف أن بعد مبارات فاركو أنا قلت خلاص أنا قبل الكابتن الخطيب ما يتكلم أنا كنت بتكلم مع حد متفرج على الماتش قلت كفاية لعب اللعبة الكبيرة الموجودة ويشوف بقى قطاع الناشئين شوية يطلع اثنين ثلاثة أربعة خمسة من الناشئين يكونوا نواة كويسة للفرقة ويكونوا مساندين بشكل كويس للفرقة في ظروف زي دي بالذات أننا عندنا تلاحم مبارات بشكل كبير جدا اللعبة بتجهد جهد كبير جدا والمنتج منهم بيقل بشكل كبير عندنا لعبة عندها إصابات كتير جدا نتيجة تلاحم مبارات فلما يكون عندك لعبة ناشئين بشكل جيد واخدين الثقة عندهم خبرات يعني بيشاركوا بشكل مش متباعد أو يعني بشكل قريب كل فترة بيكون لهم دور أكيد بيكون أكثر جاهزية وأنا شاف إن ده قرار جيد جدا القرار ده كمان بيحمل أكتر من رسالة يعني إلى جانب إراحة المجهدين من اللعبة بتوعنا فأنت بتبعت كسر سالة أولا بتأكد على واقع وحقيقة موجودة بالفعل وهي إن شباب النادي الأهلي بخير إحنا عندنا خط إنتاج عندنا مصنع لأبطال مستقبليين وكلهم بدون استثناء كلهم زي الفل وجهزين دي رسالة رسالة تانية ودي ما تقلش أهمية عن الأولى فكرة إن لو في حد مقصر بشكل أو بآخر لسبب أو لآخر لازم يكون فيهم كويس جدا إن في لحظة البديل حيكون موجود بالظبط أنا شايف إن ده برضو استراتيجية محترمة جدا عندك قطاع النشئين بيتم الأداد لي أو الصرف على شكل كويس جدا أو التجهيز لي بشكل كويس جدا في قطاع النشئين قطاع النشئين نادي الأهلي من أقوى القطاعات يعني أنا كنت قريب في النادي الأهلي شفت استعدادات هيلة جدا جدا المتواجدة لعيبة جيدة جدا عندهم أجهزة فنية على أعلى مستوى وعندهم الأجهزة المعاونة اللي هو المحل الأداء والناس اللي هم أو الناس المسندين للأجهزة الفنية على أعلى مستوى بيتم إعدادهم بشكل جيد جدا يحتاجين فعلا الفرصة يعني قرار جيد جدا من كابتون خطيب يمكن زي بقولوا كده ربا ضارة المفاعي يمكن الدوري بيعت شوية لكن ممكن أنت تكتسب مكتسبات تانية أهم من الدوري في الفترة دي اللي هي كوادر بقى أن يطلع لك لعبين ناشئين بشكل جيد يجبوا لك بعض دوريات اللي جاي يبني عليهم الفترة اللي جاي يعني أنا بطلع أصرف كتير جدا جدا عشان أجيب تلات أربع لعيبة أو خمس لعيبة يبقوا مسندين للفريق أو يبقوا دعمين للفريق الفترة اللي جاي أنا ممكن أكتشف من اللعبين اللي موجودين في الناشئين النادي لعبة جيدة جدا تقدر تقوم لي بالدور ده وتقدر توفر لي المبالغ الكبيرة دي وفي نفس الوقت أنت عارف لعب النادي بيكون عنده الحمية شوية والغيرة شوية على الفريق أكتر من أي حد يعني أي حد بيدخل جوا النادي الأهلي بينصهر تلقائي ولكن لعبين النادي بيكونوا مختلفين شوية بيكونوا أبناء النادي يترابين بالمعنى الحر يترابين بالزبط يترابين عندهم نفس الجنات ونفس الروح ونفس يعني أنت عندك الشخصية اللي هي شخصية البطل طول الوقت أنا مبلعبش على ما عنديش أي نتيجة غير المكسب طول الوقت ويمكن ده اللي أصر شوية على يعني النتائج المستر موسناني أنه هو في الفترة اللي كان موجود فيها حس أن أنا تحت ضغط طول الوقت أنا عايز أكسب طول الوقت يعني هو ده جمهور الأهلي هو ده النادي الأهلي فده اللي أنا كنت أتكلم عليه ممكن هو ما كانش عنده فرصة يشرك بعض الناشئين كان بيقلق أو بخاف أنه يشرك ناشئ أو حاجة زي كده النتائج ما تضررش الجمهور كانت صعبة كمان فترة مقارن إليب عليه وهو كان بيران على الجمهور بشكل كبير فكان طول الوقت عارف اللي هو بلعب بالمضمون اللي هما اللعب الخبرات كبيرة اللعب الإمكانات كبيرة اللي هما ما كانش بيحب أو ما كانش عنده حتة شجاعة في حتة أنه هو يشرك لعبين ناشئين بشكل كويس ولكن ده كان ليه جانب إيجابي بعض الشيء وليه جانب برضو سلبية لجانب الإيجابي أنه كان حصد بطلتين أفريقيا ويكمل في البطولة التالتة يمكن في المباراة النهائية وكان لها ظروفها كل يعلامها كان ممكن يأخذ التالتة على التوالي وكل بطولة حلق سمع لها ظروفها وكل يعلامها الحقيقة للأسف يعني للأسف يعني الأهل بيقابل فعلا بيقابل ظروف سيئة جدا الفترة دي كان على مستوى التلحم المباريات والمواسم يعني حتى المواسم كمان بقت متلحمة طب هل هي مواسم وضغطات بس بصراحة كابتن أحمد ولا معلش خلينا نتكلم ومنتظ صراحة برضو في حاجات متعمدة خليني أدي مثال لما أروح لأخطاء التحكمية الفجة مؤخرة واجهة تحديدا هنا هنتكلم عن فرق والتسلل اللي يعني مفروض أن تقال عنه وهو مش موجود أصلا ده بشهادة جميع الخبراء في المجال التحكيمي فده هذا مثال يعني عندنا أمس عندنا كتاب ممكن نتكلم يعني مجلم فمعليش في حاجات متعمدة وفي حاجات غصبة عن لعبت ومجلس إدارة والجهاز الفاني للأهلي فالصورة بس عشان تبقى واضحة فيه آه ممكن شوية صعوبات ضغوطات إصابات ولكن فيه أمور غريبة عليها على ما تستفهم النقطة بقى هنا عشان ما نعطش نتكلم في دكتيل ما عرفش هنتكلم فيه غاية إمتى فكرة هنا تطوير هذه المنظومة التحكمية وكلايتنبرج وخلاص أنه وصل كبان مبارح لتطوير هذه المنظومة بتشوف أن ده كده هيحسن أصلا ولا إحنا دفعنا التمن زي ما بتقالي أهلي دفع التمن وربنا يسهل بقى أصلا في اللي جاي لا أنا شايف أنه هو أكيد خطوة كويسة أنه يجي خبير بقيمة هذا الخبير أنه طبيعي أنه أنت عندك قصور موجودة فنية ولو قلنا كمان نحن عندنا بعض الحكام بيمولوا بأهواهم شوية يعني بيحاولوا زي بقولوا بيحتووا أو بيحاولوا يعني يعني يوزنوا الكفتين شوية يعني لكن أنا شايف أنه دم في الكرة مش طبيعي يعني طبعا أنت يمكن اللي منجح الدوريات بره في أوروبا تلاقي الحكم بينسى تماما انتماءاته أو أهواءه وأنا عندي دلوقتي حالات تحكمية محددة أنا الحاكم ناهي فيها وأنا الفاصل في المجال ربع فأنا شايف أنه هنا الحكام لازم يعني أنا أستبعد أنها تكون متعمدة يعني لو متعمدة تبقى مشكلة كبيرة جدا يعني حالك متأستبعد طبما هي إيه لما يبقى العين المجردة لما يبقى الملايين لما يبقى كل الخبراء التحكمين ما حالك اختلف عليها لا هي ما فيش اختلاف عليها أنا حتى أنا كنت قاعد أتفرج على المباراة بعيني بس بدون ما يحط الخطوط اللي هي كانت داخلة من قوة بطون اللعيبة دياً اللي هي ما لهاش علاقة بالخطوط اللي هي الطبيعية بتاعت عشان تحكم الأوسعيد لكن هو أحطت الخط بشكل مش مزبوط تماماً يعني إن لم يكن بيرستاو متأخر عن المدافع فهو مش متقدم عليه يعني على نفس الليل بتاعه بالضبط في الحالتين مش قفصيد يعني الجول صحيح 100% لا عليه أي غبار ولا أي جدال خلص ولكن أنا شاف أنه الحكام عندنا للأسف يعني وكمان في مباراة زي دي مباراة بتلعب بصات فرق وفرقة منظمة دفعان كويس فرقة هي المباراة دي بتبقى مباراة الهدف الواحد زي بقول يعني يعني تلغي الهدف ده فأنت بتضر بفريق عنده هدف كبير جدا أنه برضو ساعات جماهيره وأنه واخد على البطولات ما تعطلش فريق عنده أهدف كبيرة وبيسع عليها بشكل كبير وفي نفس الوقت يعني في مباراة هو كمان عنده إصابات فيها كتير يعني أو في وقت في عنده إصابات كتير مش قادر أنه يعني ما فيش حمل رفاهية الأخطاء أصلا يعني ما فيش عندك وقت أصلا أنت هتلغي جول هيجيب التاني والتالت أصلا الإصابات كتير والمشاكل كتير جوه الفريق فأنا شاف أنه روح المنافسة للفريق بتقل أو الروح العامة للفريق بتقل نتيجة أنه ما فيش منافسة بسبب الإصابات المتكررة نتيجة الإجهاد الكبير اللي تعرض لبعض اللعبين اللي كانوا بيشاركوا سواء محليا أو إفريقيا أو على مستوى المنتخب ففيه لعيبة فعلا تغسرت بشكل كبير جدا جدا وتحديدا منطقة وسط الملعب يعني حمدي فاتحي عندك عمر السلية عندك برضو محمد شريف شوية لما برضو يعني محمد شريف ممكن مشكلته بتبقى مختلفة شوية أنه نفسيا مستر مستماني ما كانش بيتعامل مع محمد شريف بشكل نفسي جيد يعني ما كانش بيساعده نفسيا كويس أنه يتحط بشكل ده في الفترة الأخيرة إنما في الأول كان العكس صحيح في الأول لكنه أنا شايف أنه في الفترة الأخيرة كان بيهاجمه كتير وكان بيحاول أنه طول الوقت يحط بيرس تاو ويلمع بيرس تاو على حساب محمد شريف لا أنا شايف أنه محمد شريف بيرس تاو لعب جيد جدا وأنا على المستوى الشخصي مقتنع به جدا يعني على العكس تماما ميكسوني ميكسوني بقيد في المستوى تماما عن مستوى نادي الأهل أو نوعية اللعب اللي يحتياجه ولكن بيرس تاو بيرس تاو لعب جيد جدا من دور الإنجليزي يمكن في بعض أحيان مش محظوظ ولكن خامة جيدة جدا تقدر تستفيد منها ما عندناش مشكلة فيه لكن أنا شايف أنه لا يمنعناش أنه برضو ولادنا محمد شريف صلاح محسن الناس دي لعب جيدة جدا تقدر تستفيد منها أكتر من كده بكتير أنا عايزة بس أستأذلك يا أبتال أحمد لنطلع فاصل ونرجع لكمل كلامنا سواء في النقطة دي إن هي برضو لسه فيها شوية تفاصيل محتاجين نتكلم فيها أو في فكرة إن اللي جاي وارد إن إحنا نشوف فيه تغييرات بحيث ما نقعش في نفس اللي وقعنا فيه وما يحصلش النفس اللي حصل يعني هل وارد إن إحنا نشوف الموسم أو نسخة جاية من الدوري العام المصري مثلا من دور واحد ولا لأ خلينا نقف هنا ونرجع نكمل كلامنا بعد الفاصل طيب إحنا أكيد لازم لما حنيجي نتكلم في أي فقرة كورة وفقرة عن النادي لأهلي لازم حنتكلم في اللي فات والحالي بس لازم كمان نتكلم في اللي جاي مش عايزين نقف كتير عند يعني الوضع السيء اللي بنمر به لأزباب خارج عن إرادتنا والأزباب أكيد بإرادتنا أو يعني بسببنا إحنا أو إحنا مسؤولين عنها إن صح التعبير خلينا نتكلم في اللي جاي كابتن أحمد كمان عشان ما ننساش إن إحنا عندنا لسه مطشوات مهمة جدا ومطشو الاتحاد بإذن الله النهاردة وبرضو اختبار جديد لسوارش ما نقضاش إن إحنا نقول الحكم حيصدر بعد مباراة اليوم بحكم إن هو بقى له كذا مباراة يعني أو مع الفريق بقى له فترة لسه بدري تاني أنا مع الرأي ده جدا وحريكت اتفق معي هو لسه بدري للحكم على سوارش ومش عايزين ننسى الظروف الصعبة جدا اللي هو مسك فيها على غرار موسماني اللي كان يمكن كل الظروف وقتها كانت يعني مساندة لوجوده مع النادي الأهلي خلينا نبدأ من هنا ومطشو الاتحاد هو مطشو الاتحاد مطشو مهم للفريقين يعني مهم للاتحاد لأنه برضو في المواقف مش أفضل شيء برضو يعني يعني هو ثلاثة وثلاثين بقى وعنده خسارة المباراة اللي فاتت وأصد طلاعي الجيش وفي نفس الوقت الجمهور برضو يعني متزمر شوية لكن أنا شايف أنه أنا شايف أنه هي مباراة يعني الفرقتين محتاجينها الأهلي محتاجها عشان بالذات اللعبة الناشئين اللي طالعين أنا كنت بس أتمنى أن هو مستر سوارش لما أول ما ييجي على طول ويلاقي عنده كم من النواقص اللي موجودة بسبب الإيجاد والأصابات والحاجات دي كلها كان يلقي نظرة على قطاع الناشئين على طول على طول دي هو جاي على مستشفى حاجة أوتوماتيك بالضبط يعني أنت عندك قطاع عندك الفريق الأول الفريق الأساسي عندك فريق أساسي كامل فريق كامل أساسي كله مصاب كله قاعد عنده أصابات فأنا الطبيعة تلقائي باجي بلاقي عندي عدد معين من اللاعبين لازم أدعم على طول بقطاع الناشئين لازم أنزل على طول بطاع الناشئين أبص بعناية كده أشوف مين اللي ممكن أحتاجه يكملي أو يسدلي بس دا كان أكيد شق يعني المسؤول عنه الجاي الجهاز المعاون يعني مش سوارش تحديدا لأنه هو برضو خلي بالك جاي لسه مش عارف قوي أكيد بيستكشف لكن طبيعي جدا أنا كمدرب جيت لقيت عندي كم إصابات كبيرة للعيبة أساسية لازم أبص على طول أكيد الجهاز المعاون رشح دا أكيد برضو أنا أتوقع بالضبط هو دا رقم واحد رقم اثنين أنا دلوقتي لما ما استناش قرار مجلس إدارة أن أنا خلاص هلعب بقطاع الناشئين لا أنا بكون عندي قناعة أنا جيت عندي كم إصابات كبيرة عارف أنه وكيد مستر سوارش راح له يعني يعني داتة كاملة عن الحالة اللي عليها الفريق منذ فترة يعني مثلا على الأقل من شهرين ثلاثة عنده كل الداتة دي فأكيد هو كان المفروض يأخذ الخطوة دي طب هو ما خدش الخطوة دي يعني تم خلاص خد الكابتل الخطيب القرار و ألزم خلاص الجهاز الفني بصعود الفريق اللي هو الخطوع الناشئين أو مجموعة من الناشئين تكمل الفترة اللي جاية فده قرار هنشافه جاية جدا هنشاف أن مستر سوارش لازم يستفاد من اللعب الناشئين دي على قد ما يقدر لازم يبص عليهم كويس جدا عشان الفترة اللي جاية دي هتبنى عليها بشكل كبير يعني أنا يعني في أندية تانية حطت رجل لعبين ناشئين في الفريق بقى لعب أسسية خلاص يتبني عليهم دلوقتي لعب أخلاص أنت وانت مرتاح كده دي قطاع ناشئين دلوقتي وفروا عليك استخدام لعب طبعا ونزيف في الأموال اللي بيحصل بالضبط بالضبط بالكمية الكبيرة دي وفي نفس الوقت مش بنفس شخصية اللاعب ابن النادي اللي احنا كننسا بنتكلم عليها ابن النادي ده وقد شارب الروح والشخصية وعنده يعني عنده غيرة على التيشيرت ده يعني هو فالموضوع مختلف تماما لما تطلع لعب أو اثنين أو ثلاثة من قطاع الناشئين ده حاجة كويسة جدا مباراة الاتحاد هنشوفها مباراة زي ما قلت مباراة مهمة للفريقين الأهل طبعا مش هنتكلم علشان المنافسة لكن نتكلم علشان كل اللاعبين اللي موجودة دي لازم يزبطوا نفسهم بشكل كبير جدا لأنه ما بقاش في فور ما بقاش قدامهم وقت أو ما بقاش قدامهم فرصة أكبر من الفرصة اللي هم بياخدوها دي يعني بعد كده ممكن تلاقي استخناء ده القدر لعب لعباته الملابسات دي كان صعب حد يتخيل السيناريو ده ممكن يحصل بالضبط احنا يمكن كل الاندية تبص تلاقي عندك على الدكة مجموعة لعيبة بر قعدة على الدكة كبدلاء لعبة كبيرة كلها إضافات جمدة جدا وقعد على الدكة انت النادي النادي الوحيد اللي بين الكاميرا كادر بيجي على الدكة بر ما فيش حد انت حتى عايز تحط تدعمات هجومية أو تحط اللعبة تغير نتيجة المباراة لو انت صفر صفر أو انت متأخر وعايز تتعادل وتتحقق الانتصار ما عندكش نوعية اللعبة اللي تقدر تنفذ لك ده فانا شايف ان مستر سوارش الرجل يعني معذور جدا ما نقدرش نحكم عليه غير بعد اول توقف وما فيش طبعا توقف لحد نهاية الموسم فانا بنتكلم انه طبعا دي رؤية المجلس قدارة فاضل كتير فاضل شهر تقريبا ففي الوقت ده تقدر انت ما قدرش احكم عليه انا كحد مثلا متابع للكورة بشكل مثلا كمحل أو كناقد أو كجمهور اللي اذا حصل توقف طلب اللعبة بتاعته اللي هو محتاجها عودة اللعبة المصابة بدأنا نشوف شكل الفرقة في تطوير الفرقة اقدر اقولك ده مدرب جيد او غير جيد ولكن اكيد طالما تم التعاقد معي بقى كده عنده سفي كويس عنده فكر جيد ولكن انا شاف انه الفترة اللي جاية فترة هتكون جيدة للنادي الاهلي لانه بدأنا نحط ايدينا على نقاط المشاكل اللي عندنا بصرف النظر عن التحكيم انا شاف ومنتعاب المعاب شافافية بالزبط لاني ما فيهاش مشكلة خالص ان احنا وارد جدا مش كل الاندية بتفضل طول الوقت يمكن النادي الاهلي من اعظم الاندية في العالم اللي بتصمد لفترات بالزبط يعني انت كل عشر سنين ولا حاجة انت بعمل تاخد فيه كل البطولات ممكن بتقع موسم مثلا ولا حاجة وهو ده وارد جدا نتيجة كم الضغوط بالزبط بالنسبة للتحكيم اللي حالكت بتقول عليه بالنسبة للتحكيم انا شاف لا التحكيم لازم 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 الناس تركز اكتر من كده لازم تحط الانتماءات والاهواء على جنب لازم يقيموا العدالة لان هو انت مسؤول قدام ربنا صحيحة تعالى على انك تقيم العدالة واي خطأ تحكيمي ده بيبقى خطأ اوه حاجة وحشة للمحكم انا مش بتكلم هنا جنسيته ايه انا بتكلم كفكرة ان انا لما بخطأ انا ده بتحسه في السيوية بتاعي فانا بتضرر انا كمان يعني بالزلت انا شاف لو فكرنا فيها كده انا شاف انه كمان انا النادي الاهلي مش بافضل حالاته عنده اصابات عنده حاجات عنده بشكل كتير وبلعب فرق وفرقة بتدافع بشكل كبير وكل الفرقة بتلاعب صاد الاهلي بتدافع وبتقفل وانت محتاج تجيب جول عشان تخلص ففي الوقت ده لما تجيب الجول وتلاقي حكم بصفرلك يقولك مالغي فانت بتأكل فيها نوع من القهرة باتفق معك جدا ان شاء الله خير الفترة اللي جاية بنادي الاهلي نتمنى ان شاء الله الاعتماد على الناشئين اللي حيشرفونا واحنا وثقين في ده كمان فكرة هنا الاعارة اللعيبة اللي في اعارة نشوف كده وضعهم عامل إزاي احنا في حاجة ليهم اعتقد دي بأتي يعني في بعض الأمور اللي أكيد هتتم في الفترة اللي جاي على أرض الواقع بالنسبة للمجلس الإدارة اعتقد ان هو بيتخذ يعني الإجراءات دائما ما بيتخذ الإجراءات السليمة اللي صالح النادي شكرا لك كابتن أحمد جدا نورتنا وان شاء الله اللقاء اللي جاي بقى محضرك يبقى في موضوعات أسعد حالا من اللحلة بل أن كانت نشاء الله نشاء الله نشاء الله حيكون بعد مكسب وانتصارات نورتنا ونشكرك على أمودك وعنا جزيلا شكرا ربنا يا خليك مشاهدينا بكل مكان نسمحونا نطلع فاصل سريع ومجرد العوضة من الفاصل هكون نهواند مع الدكتورة دين أبو السعود واللقاء حاول موضوع أعطيتم بيهمة جدا من حضراتكم خليكم معنا زي ما احنا بنقول دايما كده في أمثالنا يعني ختمها ميسك والميسك اللي نحنا بنتكلم عن موضوع بس هو موضوع مش ميسك خلص هو موضوع يعني مهم جدا وموضوع خاص بالمرأة وبيفيد طبعا سيدات كتيرة جدا وهو ملف تكايوسات المبايد كتيرة جدا خلينا نرحب بدكتور ريهام العراقي أخصائي التغذية العلاجية بونجور بونجورين بوسي بقى موضوع زي ما اتكلمت في البداية مهم وبسيدات كتيرة جدا أعتقد أنها ممكن تكون مهتمة بالملف ده وعندها هذه المشكلة أو بتعاني من هذه المشكلة وفكرة هنا أن احنا أوقات يعني طبعا أنا عايزة منك بداية شرح يعني أصلا تكايسات المبايد لكن النقطة التانية على دايت أنا ليه بيجرالي كده أنا ليه الحرق عندي قليل يطلع أنه فيه موضوع تاني خلص هو السبب خلينا أعرف منك أكتر بسي تكايسات المبايد ده عرض كده موجود الدراسات مش عارفة هل هو بسبب مقاومة الإنسولين ولا أنا لما بيجيلي تكايسات فبيجيلي مقاومة إنسولين يعني هما مش عارفين هل جالي مقاومة فأنا جالي تكايسات ولا جالي تكايسات فبقى عندي مقاومة فالحقيقة أنه السبب لحد دلوقتي لسه مش واضح بس ممكن يكون حاجات معتمدة على جيناتكس ممكن يكون بسبب حاجات وراثية حاجات وراثية وحاجة مثلا معتمدة على اللايف ستايل بتاعي وتريد أكلي فبالتالي جابت لي مقاومة إنسولين فبقى عندي تكايسات مبايد أعرف منين أن أنا أصلا عندي تكايسات مبايد في أعراض واضحة لو اجتمع مثلا ثلاثة منهم أنا أكيد عندي بس برضو لازم أعمل تحليل وبنقول برضو على التحليل بتاعتك أول حاجة أنه الدورة الشهرية مش بتبقى منتظمة يعني بيبقى فيه انقطاع لفترة طويلة أو لو جت بيبقى فيه تكرار على فترات قصيرة دي أول حاجة وده بيحصل نتيجة خلل الهرمونات تاني حاجة أن أنا وزني مهما عملت من دايت ورياضة ولايفستايل بتاعي كم مزبوط بلا أن أنا وزني يعتبر ثابت أو أن أنا حاسس أن أنا كمان بزيد في الوزن تالت حاجة ودي أشهر حاجة برضو مع الحاجتين دول اللي هو السكوت الغزير في الشعري يعني شعري بيقع كتير قوي غير العادي وبالذات بيفضى من قدام يعني احنا في العادي شعرنا بيقع لا مش بنايكون كوي شعرنا بيقع كتير بس الفراغات اللي بتبقى قدام دي بالذات هي برضو بتبقى أعراض تكايشات حاجة كمان لو بنات مثلا بشرتها قويدي شوية أو دهنية أو حتى مختلطة بتلاقي أن تي زون بتاعتها دي المنطقة دي كلها إفراز زيود فيها زيادة عن اللزوم يعني مش الطبيعي وآخر حاجة وهي اللي هو بيظهر شعر شوية في مناطق غير مرغوف فيها يعني تلاقي مثلا حتى دي تقيلة شوية اللي رقبة تقيلة شوية الإيدين بيظهر فيها إذن وقتها بقى لازم أن نروح نعمل تحليل عشان السيدة تتأكد أن هي فيها بلزبط بعمل تحليل بتاعت شكر بعمل تحليل اسمه هو ما عشان أعرف أنا عندي مقاومة ولا لأ وانس إنه هو عندي ببتدي أروح للدكتور بتاع أمراض النساء عشان يشخص حالتي مظبوط يشوف أنا النسبة بتاعتي قد إيه بيعمل سونار برضو عشان يتأكد هو أنا التكييسات عندي نسبتها قد إيه وحجمها قد إيه فبالتالي بيقدر يحط العلاج المظبوط كويس طيب حد خلاص اكتشف أن هو أو يا سيدة يعني اكتشفت عندها تكييسات مبايد أوكي ده بقى إزاي بيعوق أصلا يعني فكرة أن أنا منزلش في الوزن يعني إيه الريليشن أو إزاي الريليشن اللي هي المقاومة بتاعت الإنسولين أن أنا لما هما الاتنين لنكت لبعض لما بيبقى عندي تكييسات بيبقى عندي مقاومة مقاومة إنسولين معناها أن أنا أي حاجة نشوبيات أو سكرية بتخش جسمي حرقها بيبقى ضعيف شوية فبيبقى عندي سكر دم عالي فكل السكر ده بيتخزن أنه هو دهون في الجسم مقاومة إنسولين معناها كمان أنه أنا الإنسولين عندي مش متزبط الخلية مش حاسة بالإنسولين فإفراز الإنسولين مش دايما بيبقى بالنورمال رينج أو المعدل الطبيعي بتاعه فأنا محتاج أزبط الحتتين دهول عشان ما يبقاش عندي تخزين دهون زيادة وفي نفس الوقت ما يبقاش عندي إنسولين عالي فمش عارف يكسر لي أو يحرق لي النشويات دي وبالتالي برضو بيزودني في الوزن طيب أنا دلوقتي بقى زيت في الوزن المشكلة حصلت أبتدي ألجأ لإيه كسيدة عايزة أخص عندي مشاكل صحية بتمنعني إن أنا أخص بشكل سليم وعايز أخص فهل ممكن لو هنا جيت سألتك عن منتج باستة مع وجود كيوسات مبايد لكيس معينة إنه هو فعلا يقدر إنه هو يساعد على نزول الوزن وبشكل سليم وبشكل صحي وما يأثرش على المرض ده أو المشكلة دي مظبوط أول حاجة زي ما قلنا إحنا بنلجأ للدكتور بتاع أمراض النس عشان يدي الأدوية المناسبة الأدوية دي بيبقى شك منها معتمد على تصبيت الهرمونات الأنسوية أستروجين وبروجستيرون والجزء الثاني بيبقى ليه علاقة بتصبيت السكر في الدم فأنا بيسته من مكوناته الأساسية هو الكروميوم والكروميوم ده معدن مهم جدا عشان يزبط سكر الدم ويزبط حساسية الإنسولين اللي أنا أصلا عندي مقاومة فيها دي أول حاجة تاني حاجة إن إحنا دايماً البنات اللي بيبقى عندها تكايوسات بيبقى الكريفنجز عندها عالية أو النهم أو الشرح ناحية الأكل بيبقى عالي ففكرة إن أنا أديها حاجة كونترول الكمية دي وده طبعاً بيحصل نتيجة لغبطة الهرمونات في نتيجة العرض اللي موجود عندها ده أنا لما أدي حاجة فيها ألياف عالية وبيستخلي بالك يا نهوند هو أول منتج مصري فيه ثلاث أنواع من الألياف اللي هما الكشور بدعة السيليم وردة الأمح والشوفان بتركيز 6 جرام فأنا بزبط الإنسولين بطريقة من الكروميوم تاني حاجة بقفل الشهية بتاعتي وبقضي على الكريفنج ده واحدة واحدة وبقلل الكميات لأن هما برضو بيأكلوا بكميات كبيرة ممكن نقول مثلا نص الشهر هما عندهم نفس الكريفنج ده أو عندهم نفس المشكلة ده وده طبعا هينعاكس إن هما بيدخلوا كمية أكل كتيرة فبيزيدوا في السعرات فبيزيدوا دهون وكل ما يزيدوا دهون أكتر كل ما الكيش بتاع التكايشات المبايد الحالة بتاعتها بتبقى سيفير أكتر فأنا مش بس قصة الوزن بتاعي إنه هما يبقى أحسن لا ده أنا كمان ببوز الحاجة اللي عندي دي وبزود الأعراض بتاعتها فأنا لما أخد ألياف تشبعني تتحكم في الشهية بتاعتي تقلل من الكريفنج بتاعي فهلاقي إن أنا نفسي مش بتروح على حاجات زي ما كنت متعودة وفي نفس الوقت كمان باكل بكمية قليلة فمدية مساحة لجسمي إنه هو يحرق من الدهون المتخزن آخر حاجة فيه هو فيتامين سي وفيتامين سي مهم جدا عشان المناع وعشان البشرة بس هو كمان ليه دور كبير أو في حرق الدهون فأنا بكون دهون أو عندي دهون أصلا فمحتاج إن أنا أتخلص منها بزبط الحساسية بتاعت الإنسولين وبقفل كمان معي الشهية فيعتبر هو حاجة هتساعدني إن أنا مش بس كمان أنزل في الوزن مع التكاييسات لأنه ده علاج كبير قوي ليها إن أنا لازم أنزل في الوزن أو أنزل الدهون الزيادة اللي عندي لأ ده أنا كمان هقلل من الأعراض بتاعت التكاييسات اللي عندي حلو قوي طيب الفرق هنا ما بين سيدة عندها مشكلة أو مرض وسيدة ما عندهاش حاجة وبتستعمل باستة هنا وهنا في الشهر كم كيلو هيكون مع اللي ما عندهوش مرض أو حاجة عضوية وإن اللي عنده بس الطبيعي بتاع البني أدمين عشان ينزلوا دهون مش ككيلوهات عن مثل أو مية بسهب إحنا بنتكلم على دهون المية المحبوسة بتنزل في أول أسبوع بتلاقي مثلا فيه 2-3 كيلو كده نزلوا مرة واحدة بس بعد كده النزول بتاعهم بيبقى عادي قوي بس أنا بقول هواد بالغرق نزلوا عادي نهوان ده كل ده مش عارفوا انها اسكندرانية نحن عيشرة برضو أيوه أو أنا اللي مش مجمعها من زمان مثلا بحب اسكندرية تحية لأهلين اسكندرية واحنا بموت فيك يا والله خدان كنا بنقول ان احنا النزول الطبيعي بتاع الدهون حوالي 4 كيلو في الشهر الواحد أوكي لما هاخد بيستا هيعليلي النسبة دي بنسبة تقريبا 30 في المية فممكن انزل حوالي 5 كيلو 6 كيلو على حسب إرادتي وعلى حسب التزامي وعلى حسب برضو وقصلا 5 كيلو أو 6 في الشهر ده حلو جدا الحاجة تحفى يعني ده ده أعلى من الطبيعي كمان بس برضو لازم اللايفستايل بتاعي يكون متزبط أكلي متزبط وحاول ان انا لو مش قادر اعمل مجهود انه اتمرن يعني اعمل شوية مجهود في الحياة عمتى ما قمشي اطلع سلم وكي الناس اللي عندها بقى مشاكل صحية سواء تكايثات سواء مقاومة سواء مشاكل في الحرق النزول بتاعها أصلا بيبقى أقل من الـ 4 كيلو دول فبيستا ممكن يوصلني ان انا ابقى زي زي النورمال لما انا برضو ابقى عامل النظام المزبوط للحالة بتاعتي مع استخدام بيستا بالجرعة المزبوطة هيخليني ابقى بني قدم طبيعي يعني بنزل نزول طبيعي بس النقطة برضو مهمة يعني هو مفروض بيستا قبل كل وقبة تقيلة بس ما تبقاش بقى وقبتك كل يوم مثلا هامبيرجر للغدا وبعدين بسبوسة واقول ما لاخدت بيستا اوه أنا مخصيتش لي ايوه خلينا يعني نبقى ناس وقعية شوية تعالوا نروح نشوف لان احنا بنحب برضو واحنا بنتكلم دايما نظري يبقى عندنا جزء عاملين دا مهم جدا حضراتكم تسمعوا من ناس جرابة المنتج والنتيجة هما اللي هيتكلموا أو هيتحدثوا عنها يعني بين نفسهم خلينا نروح لإسراء ونرجع نكمل احكي لنا قصتك مع بستا وازاي ساعدك تخسي اسمي إسراء محمد منضوح سني عشرين سنة كنت خمسة وتسعين وبقيت خمسين قبل ما خس كنت بعاني من نفسي قصير ما كنتش بقدرة تنفس كويس اللبس كان عندي فيه مشكلة ضربات قلبي كانت سريعة ما كنتش بعرف أتحرق ما كنتش بحرم نفسي من أي أكل كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليلة إحساسي بعد ما خسيت إحساس جميل جدا بعرف ألبس براحتي وبعرف آكل اللي أنا عايزاه وأتحرق وجسمي بقى خفيف جدا أنسح أي حدي جسمه مليان أنه هو يتابع مع بستا موضوع صهل جدا تتكلم عن فوق التسعين وبقت خمسين ده في حد ذاته ساكساس ستوري يعني قصة نجاح ده ده عذاب خلي بالحضراتكو كل ما الوزن بيقرب للنورمل كل ما بيبقى في صعوبة يعني لما بقى عايزة خس 2-3 كيلو يعني بموت على أن أنا عايزة أخس 7 كيلو بحقيقة وخلينا برضو نوضح للناس أن ده كان في فترة طويلة يعني عشان برضو الناس ما تقولش إيه ده الله ده فرق قد إيه ده على طول إيه ده طب أنا عايزة خس زيها في شهر لا فيناس ممكن تاخدوا مرة تقولك إيه ده وأنا ما خستش ليه 50 كيلو دول لا ده بياخد مننا وقته ومجهود شوية فنا زي ما قلنا هو بيساعدنا أن إحنا نعيش حياتنا مش محرومين من حاجة بناكل زي ما إسراء قالت باكل كل حاجة أنا عايزاها بس برضو يعني فيه كنترول يعني أنا بكنترول الكمية وهو بيساعدني هو أصلا بيساعد عن تجربة أنا جربته يا دكتور ريهان برضو عشان الكلام يبقى واضح فعلا وصريح أو صراحة فعلا لما بتاخده قبل نص ساعة أنت قريدي معدتك تقريبا 3-4 مليان من الحاجات الناتشرالز أو الالياف الطبيعية اللي فيه فأنت بتبقى مش قادر الطبق قدامك وحبب جدا تأكله بس مش قادر فده يخليك ممكن تأكله على مرحلتين بدلا ما مرحلة واحدة على مرحلتين فتبقى الواقبة الواحدة قسمتها على اثنين فأنت كده يعني يسكبت ميل كاملة أو قللت أكلك فلا فعلا يعني ليه تكنيك طيب معده لو أنا قلت مثلا أنا عايزة كمان أعود الفيتامينز اللي هي بتنزل من أي رجيم لأنه بتنقص ممكن أخذ مكمل غدائي يعوض لي الفيتامينز اللي الجسمي برضو محتاجة عشان ما أجيش أخص وأخص بشكل سليم بس في نفس الوقت يبان علي أن أنا تعبان أبدأ أحس أبدأ أحس أني كسلان أبدأ نفسيتي أو نمودي بقى وحش هو ده الطبيعي وطبيعي لأي بني آدم مش حتى اللي عايز يخص لأن احنا طريق أكلنا تعتبر مش كلها مظبوطة وحتى لو بنمشي على أو منظمين الأكل بتاعنا فبردو كمية الخضار اللي إحنا عايزين ناخد منها الفيتامينز والمانرلز أو العناصر الغذائية بتاعتي سبق بروتينز وكاربز وفاتس عشان أقدر أخذ الجرعات بتاعة الفيتامينز والمانرلز لازم أدخل أكل كتير قوي عشان يعوضني فبالتالي أدخل سعرات كتير فأنا لأ وإحنا مش قادرين بالزبط إحنا مش نقصين إحنا عايزين ننزل في الوزن فأنا طبيعي أن أنا أخذ سورس للمالتي فيتامين من حاجة تابلت أو يعني حاجات مكمل غذائي زي قالت مالتي فيت اللي إحنا هنتكلم عليه النهاردة لأنه إحنا عاملين زي كورس كده اللي هو عشان أنا أخسه وفي نفس الوقت ما يحصل ليش مضعفات فإحنا عاملين اتنين مع بعض أنا هاخد بيستا عشان يسعدني في نزول في الوزن وتعالية الحرق وفي نفس الوقت اللي علاقة بالشعر هو الزينك والبيوتين وهم موجودين في ألف مالتي فيت ألف مالتي فيت في أكتر من 13 مانيرل وفايتمين موجودين لكل حاجة للجسم يعني مش بس لسقوط الشعر لا ده أنا باتكلم بقى على المناعة بتاعتي باتكلم على الباور أو التركيز بتاعي وبرودكتيفتي بتاعتي أو انتاجيتي في الحياة تبقى أعلى كتير إنه شعري ما يقعش بشريتي ما تتقصرش ومعنديش هشاشة تعظم لإنه برضو أغلب الناس مش بتاخه كالسيوم كفاية فأنا عندي أكتر من 13 عنصر وفيتامين موجودين اللي هما أشهرهم المجموعة بتاعة بي كومبليكس اللي هي مهمة جدا عشان الأعصاب وعشان الحرق بتاع الكاربوهايدريت بالزاد عندي فيتامين سي بالتركيز 500 مل جرام وده من أعلى التركيزات اللي موجودة المهم طبعا عشان المناعة وعشان الكالوجين في البشرة بتاعتي عندي كمان فيتامين إي وفيتامين إي اللي هما أنتي أكسدينت أقوية جدا وعندي عناصر معادن زي الكالسيوم والفاسفورس اللي هما مهمين عشان العظم بتاعي وزي الزينك زي ما قلنا والبيوتين وكمان فيه فالك أسد اللي هما مهم جدا للحوامل فأنا باخد كابسولة واحدة فيها جراءات عالية وتركيزات عالية من المانرلز والفيتامين اللي أنا محتاجهم على مدار اليوم كله في كابسولة واحدة بس في اليوم كويس طيب عندي سؤال خاص بباستة لأن في بعض الناس بايد فولت جسمهم الحرق عندهم بطيء أو يعني مش بمعدل طبيعي لأي خلل ما لما يأخذ باستة هل هو بيصلح المعدل ولا مالوش علاقة خلاص هو كل اللي بيشتغل عليه زي ما احنا شرحنا للناس وممكن يساعد بس انه هو يبتدي يفقد وزن أعلى إلى حد منه أو أسرع إلى حد منه بسبب مشكلة الميتابوليزم أو الحرق عنده هو احنا زي ما قلنا انه هو هيحفز معي الحرق بس لان أنا لازم أعرف هو مشكلة بطء الحرق دي جاي مني في ناس وراسة ورد ان هي اه ورد ان هو هو دي طبيعي الجسم فيه أنواع أجسام برضو فيه أنواع أجسام بتخزن دهوم بسهولة جدا وبتخزن بطء فلازم أنا بقع عارف في نسبة شم الأكل بتدخن زي ما يعني مجد والله ده بدي تايب اسمه اندومورف الاندومورف ده اللي هو بيشم الأكل حرفيا بذل بيصعبه علي بقى بالزبط بيشم الأكل حرفيا بيدخن وبيلاقي أنه هو النزول بتاعه بطيء جدا دي طبيعي الجسم وإحنا ملناش تحكم فيها بيستا هيقدر يعمل معاه إيه أنه هو هيحفز معي الحرق شوي بس مش هيحلله مش هيخليه نوع جسم تاني في ناس عندها ناس عندها مشاكل في الغدة ناس عندها مشاكل مثلا في فيتامينز معينة بصورة كبيرة قوي فبتبقى محتاجة علاج للحاجة دي بالزبط في ناس ما عندهاش كتلة عضلية كبيرة ما هو العضلات ذي هي المسؤولة عن الحرق بتاعي فالناس كل ما عضلاتها كانت قليلة كل ما معدل الحرق بتاعها كان أقل فأنا لازم أعرف هي المشكلة من إيه لو المشكلة ليه علاقة بالنشويات أو الجوع أو الدهون أقدر أتحكم فيها مع بيستا بس لو المشكلة دي خارجية يبقى أنا لازم أصلح المشكلة عشان أشوف نتائج سريعة مع استخدام بيستا كلام محترم جدا طيب خليني أروح معاك لأنه فاضل دقيقة قليلة جدا برضو وأسألك على برضو بيستا معدل الحرق أو النتائج اللي هي كل الشهرية يعني في فقدان الوز نتكلم دهون فقط بتختلف من رجل لست هل بتختلف من رجل كبير في السن لشاب صغير لطفل يعني خلينا نعرف برضو آه طبعا لأنه برضو إحنا كل ما بنكبر في السن كل ما العضلات بتاعتنا النسبة بتاعتها بتقل يعني إحنا أصلا بادي فود كده إحنا كل سنة مثلا بنفقد حوالي من 3% ل 6% من العضلات بتاعتنا فلو أنا مش بقوي العضلات دي ومش بكبر العضلات دي ككتلة وكحجب أنا هيبقى عندي مشكلة في الحرق عشان كده في ناس تلاقيها لو هي مثلا في الخمسينات أو في الستينات وهي رياضية وجسمها في عضل باين تلاقي أن هي حرقها عادي زيها زيها حد عنده 20-30 سنة بس لو حد اللايفستايل بتاعه كان أصلا أنه هو ما بيتحركش فتحسين بمجيسه وطورت بقى هو بس بوسات بالضبط يعني ساحب بانه من أكله وفي نفس الوقت عضلاته ماشي كتير فطبيعي أنه هو مع مرور الوقت ومع كبره في السن الدريبة هتتدفع لما نكبر يعني أسف الشديد الثقافة دي لازم تبقى عندنا مهمة جدا أن أنت دلوقتي بتقول عادي 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 أنا إحنا موجودين عشان ما نحن نحن نفسنا وإحنا على فكرة بنعضل نحن نحن نحرم نفسنا برضو بس بالعقل ونعمل حساب للي جاي يعني يعمل حساب دايماً للي قدام أن أنت محتاج صحتك قدام محتاج أن أنت تبقى مركز جداً محتاج تبتدي تشوف جسمك نقصه بعض من زيه كمان ويه تدهاله لأن الجسم زي الماشيين محتاج صيانة محتاج حاجات كتير لازم أنها تتوفر لي عشان ما تجيش بعد كان مشكلة تحصل وتقول يا ريتني من الأول طيب نصيحة أخيرة نفضل دقيقة أو دقيقتين تقريباً دكتور ريهام للأشخاص اللي هم عندهم تخوفات من فكرة هنا الحاجات اللي بتخصص يلجأوا لها حتى الأعياء الطبيعية اللي بنتكلم عن منتج بيستا بشأنها وبنفس الوقت المكملات الغذائية برضو الناس خلي بالك فيه ثقافة أنا أخذ شوية نعناع طبيعي أخذ شوية مش عارف إيه النازمة خاف فيه فنقول لهم إيه طيب إحنا دلوقتي بنتكلم على منطق طبيعي 100% كل المكونات اللي إحنا تكلمنا عليها دي حاجات إحنا بناخدها في الديلي روتين بتاعنا بأخذ ألياف من الخضار بأخذ كروميوم كروميوم ده بيتفرز أصلاً من جسمي وموجود في أكلات بس بنسبة قليلة جداً وطبعاً بأخذ فيتامين سي ما فيش منه أي مشكلة خالص فهو ما لوش أي صايد إفاكس حاجة كمان مرخصة ومصرحة من وزارة الصحة منتج موجود في السيداليات منتج آمن للأطفال حتى من أول 12 سنة مش بيتعرض خالص مع أي حد عنده أي مشاكل صحية أو أي أمراض مزمنة بالعكس ده هو بيساعدنا في أن إحنا الأعراض بتاعتنا تقل كمان شوية فأعتقد أنه دي حاجة يعني تدي كرادت برضو للبرودكت نفسه والناس برضو تجرب وتشوف يعني بالضبط دي نقطة برضو ما تجربوا شوفوا حكم بالضبط دكتور إهمنا ورتينا شكرا لكي جدا كانت فكرة حلوة وكانت حلقة حلوة أشكر حضراتكو جدا على متابعاتنا نشوفكم إن شاء الله بكرة وحلقة جديدة وعشرة صبح في الأهل